بالنسبة لإحتياط الفدرالي اليوم طبعا من الصعب أن نتوقع أن تكون الأمور كما كانت عليها في الفترة السابقة أو يكون عمليات خفض الفائدة وهذا المصار بنفس التوقعات القائمة حاليا برأيك أنه هل اليوم سنشاهد يعني لهجة مختلفة وهل وبتأكيد سيسأل باول عن الأمر لكن كيف سيبدو شكل المرحلة القادمة بادي أن أشكرك محمد على استضافة هذه الأمسية أنا لا أعتقد أن باول سوف يغير لهجته ولنبرته كثيرا قد شدد خلال الاجتماعات السابقة على أن الفدرالي سوف يكون منضبطا في الاعتماد على البيانات وقد رأينا بالفعل بيانات جديدة تارد هذا الصباح وهي وضح طبعا أن طلبات الإعانة والبطالة وصلت إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021 وحتى قبل ذلك إبريل 2018 ولذلك سوف يأخذ ذلك بالاعتبار في تصريحاته اليوم وسيكون حذرا في الإدلاء بأي وعود بالنسبة للفترة القادمة ولا الخفض في ديسمبر ولا 2025 ما رأيك في ذلك باراج هل تعتقد أنه لن يتغير شيء في اللهجة والقطاب وهل اليوم فكرة بقاء الفدرالي معتمدا على البيانات في ظل ضغوط تضخمية تبدو قادمة في الطريق هي فكرة صائبة وإن كان الفدرالي كان ينتقد بأنه كثير الاعتماد على البيانات أكثر من اللازم أصلا حتى من قبل هذه التغيرات أهلا بك محمد يسرني العودة إلى البرنامج أنا أطفق تماما مع ما قالته السيدة دي مارتينو عندما تحدثت عن ضرورة الاعتماد على البيانات من قبل الفدرالي لا فقط البيانات التي أتت مختلطة بل كانت هناك شوشرة في تلك البيانات مضللة بعض الشيء بل سيعتمد أيضا على متابعة أي تغيير في السياسات وأثرها لا فقط على التضخم بل أيضا على النمو لذلك الاعتماد على البيانات ضروري وأخذ الأمور خطوة بخطوة طيب باراج هل تعتقد أنه في كل الحالات يعني الأوتكام أو المحصلة النهائية ستكون في صالح أسواق الأسهم يعني هل الأسواق ربما الآن لديها ما تركز عليه أكثر من مصارع السياسة النقدية بعد موسم النتائج هذا وبعد أن استراحة الأسواق من ملف الانتخابات والوعود القادمة هل نحن في مرحلة سنشاهد فيها مكاسب مستمرة على أسواق الأسهم برأيك لدينا نظرة إيجابية جدا حيال سوق الأسهم لأنك كما تحدثت هناك أساسيات أخرى وفندمنتلز أخرتهم سوق الأسهم وهي ما زالت قوية مثل ماذا؟ مثل نمو الأرباح وموسم النتائج الذي أتى قويا عن الربع الثالث وهناك الكثير من الاحتمالات لارتفاع الدورة هذه العوامل تتضمن تعافي قطاع التصنيع مثلا ما زلنا لم نراه كاملا والنمو في بقية أنحاء العالم لم يرتد بالشكل الكافي ونتوقع حدوث ذلك إن كانت القوانين التنظيمية والخفض الضريبي الذي هو من ضمن سياسات الإدارة القادمة إن حدثت هذه الأمور بالفعل فسوف يفيد ذلك النمو وعلينا أن نأخذ في الحسبان أيضا أثر التعريفة التي قد تزيد التدخم من جانب ولكنها من جانب آخر أيضا قد تؤثر سلبا على النمو بعض الشيء إذن هناك سلسلة من السياسات والقوانين التنظيمية وتعرفة كل هذه الأمور إضافة إلى الضرائب طبعا الضرائب أولا ثم التعرفة هذا كله سيكون له أثر دانيال هل تتفق مع ذلك أن النظر بالمجمل تبقى إيجابية لأسواق الأسهم والتركيز في المرحلة القادمة هل سيبقى على التكنولوجيا أم هناك قطاعات أخرى ستستفيد بشكل أكبر أنا أيضا نعم صاحبة نظرة إيجابية ولكن لست بقدر التفاؤل الذي عبر عنه السيد ذاتي رأينا طبعا فترة غير اعتيادية بالقرب من هذه الانتخابات سباق انتخابي استثنائي شهدته لولايات المتحدة لذلك لا نعرف إن كان هناك فترة من التصحيح أو البوز أو التمهل ستحدث قريبا لن نرى نتائج الخفض الضريبي ولا خفض القوانين التنظيمية على الاقتصاد إلا ربما بداية 2025 أو حتى منتصف 2025 حتى نرى تشكيل الكونغرس الجديد وتمرير هذه القوانين ولذلك أتوقع حدوث فترة من التمهل والتقاط الأنفاس في هذا الرالي لأن كل الأمور تقريبا تم تسعيرها كان هناك تسعير للمثالية قبل الانتخابات طيب ألا يقلقك أيضا دانيال أنه الارتفاعات التي نشاهدها مؤخرا في عوائد السندات وإذا ما شاهدنا هذه الارتفاعات في العوائد مستمرة لفترة أطول في أي مرحلة ستكون غير مريحة للأصول مرتفعة المخاطر بدأنا نرى بالفعل على ساحة الاقتصاد الكلي بدأنا نرى بالفعل أن هناك منذ بدأ الفيدرالي بخفض الفائدة بدأنا نرى بعض المشكلات مثل ماذا نشاطات الأسر المعيشية مثلا هدأت قليلا أو العقارات قطاع العقارات هدأت قليلا والفيدرالي يحاول أن يريح قطاع الأسر المعيشية من خلال خفض الفائدة ليحافظ على نشاطاتهم الاستهلاكية عوائد السندات عندما ترتفع إلى هذا الحد تؤثر أكيد على التيسير الذي يحاول الفيدرالي أن يطبقه والذي بدأه منذ سبتمبر ونتوقع المزيد اليوم براج في وجهة نظرك هل أنت طبعا أذرت التفاؤل بشكل أكبر بوضعية سوق الأسهم هل سيكون التركيز على أسهم قطاع التكنولوجيا وبالذهب إلى النتائج هل قدمت شركات التكنولوجيا فورورد جايدنس وأداء يتلاءم مع مستويات التقييمات التي وصلت إليها نعم محمد نحن نرى أن هذا الرالي سوف يتسح إن نظرنا مثلا إلى تعافي الاقتصادي في قطاع الصناعة وبعض الإنفاق الاستهلاكي في بعض المجالات التي شهدت ضعفا هذه القطاعات بدأت تستفيد وهي خارج قطاع التكنولوجيا أما بالنسبة لأرباح شركات التكنولوجيا فكانت جيدة على ما يرام لم أرى بها أي مشكلات ارتفعت الأرباح بحوالي 9% على أساس سنوي وهذا نمو قوي جدا إن استمرت هذه الشركات في الإدلاء بأرباح قوية وفورورد جايدنس توقعات مستقبلية جيدة فهذا سوف يبرر التقييمات العالية إذن نحن وزننا زائد في المحافظة التي تعتمد على سوق الأسهم التي تعتمد على الأسهم الدورية أكثر أو بعض الحلقات الاستهلاكية الدورية أنا أشكرك على هذا التحليل باراك ثاتي المحللة الاستراتيجية للأسهم في داوتشبانك شكرا أيضا دانيلا ديمارتينو بوث الرئيس التنفيذية وكبيرة الاستراتيجيين في QI Research والمستشار السابق والرئيس الاحتياطي الفدرالي في دالس ترجمة نانسي قنقر